السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جراحة ندرة تحويل قط زكر إلى أنسى لإنقاذ حياته بقفر الشيخ شهد المستشفى البيطري بقفر الشيخ إجراء عمليتين إجراء حياتين عن طريق فريق طبي بيطري الأولى تم خلالها تحويل قط زكر لأنسى ولكن لا تستطيع الإنجاب لإنقاذ حياته نتيجة ارتفاع البولينة ونتيجة احتباس البول المزمن واستحلت تركيب أسطرة بولية لوجود حصوات كثيرة في مجرى البول أدى إلى احتباسه لمدة يومين وأسطرة على كفاءة الكلا كما تمكن نفس الفريق الطبي البيطري من إجراء عملية جراحية أخرى داخل المستشفى البيطري بقفر الشيخ لإزالة خصية معلقة داخل البطن لقط آخر كان يعاني من آلام مبرحة وتم إجراء الجراحة بعد عمل الأشعة اللازمة أكد الدكتور أيمن الشرقاوي طبيب بيطري بمديرية الطب البطري بقفر الشيخ رئيس الفريق الطبي أن الفريق الطبي البيطري الذي يضم دكاتير البيطريين مية العواضي وآية محمد ومرو الكيلاني ومها حجاج وميران فوزي وآية نايل تمكن من تحويل القط الزكر لأنسة خلال عملية جراحية حيث تم عمل سونار وتحليل عينة من البول أفادت ارتفاع الكرياتينين إلى عشرة أضعاف الطبيعي وهو يدل على قرب الفشل الكلوي وضرورة التدخل الجراحي السريع لزالة أسبابه وأوضح أنه تم التحويل بعملية جراحية استمرت ساعتين متواصلتين تحت البنج الكل لإنقاذه من الموت بالفشل الكلوي وتمت الاستفاقة ونزوم البول ببساطة مع اليوم السالي للعملية مع متابعة وظائف الكلاء كل ثلاثة أيام معكدا أن القط بعد تحوله لأنسة لا يمكنها الإنجاب لأن ذلك يستلزم البحث عن جهاز تناسلي من قطة أخرى وتوصيله لها وقال الطب البطري أن الفريق الطبي أجراء عملية جراحية لإزالة خصية معلقة داخل البطن لقط زكر عمر سنتين يعاني من آلام شديدة وبإجراء الكشف والسونار اكتشفنا وجود الخصية المعلقة داخل البطن مع وجود خصية واحدة داخل كيس الصفر وأكد أنه تم إجراء الفحص بالسونار وعمل التحاليل لإجراء الجراحة لإزالة الخصية المعلقة سريعا وتم تخدير القط كليا وإجراء العملية الجراحية بنجاح مشهدا بالطاقم البيطاري والمهار الشديدة التي يتمتعون بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر